في أحد الأيام علمت الأم أن زوجها مريض وفي حالة خطيرة فذهبت إلى البيت واضطرت لنقله إلى المستشفى وكانت المفاجأة عندما طلبت من ابنيها الذهاب معها للمستشفى للاطمئنان على والديهما ووجدتهما يرفضان لذهابهما لأمر أهم فشعرت أن خطرا شديدا سيحدث لهما فقامت وصلت ودعت الله عز وجل وأطالت الدعاء وهي تبكي ثم ذكرت ذلك للأب فخاف على ابنيه وانزعج كثيرا فطمأنته وقالت له لا تقلق فإني استودعتهم إلى الله وذكرته بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا استودع الله شيئا حفظه كانت الإبنة على موعد لأول مرة مع الشاب الثري حيث ركبت معه سيارته وانطلق الاثنان معا وهما في قمة السعادة وما هي إلا ثوان معدودة حتى وقع لهما حادث وبينما الشاب مشغول في استكمال التحقيق بشأن الحادث اتصل بأحد أصدقائه الذي يشاركونه نفس المعاصي والرذيلة وقال له أريدك أن تأتي إلى موقع الحادث لكي تأخذ الفتاة التي كانت معي إلى الشقة التي تعلمها حضر الشاب ليأخذ الفتاة ويتوجه بها إلى الشقة وإذا بالصدمة الكبرى التي لم تكن في الحسبان حيث أن الفتاة هي أخته فلم يستطع أن يتحدث أحد منهما للآخر بل بكى معا وتاب إلى الله بعد أن قال معا سامحك الله يا أبي فأنت من جنيت علينا وأطعناك وأنسان الشيطان تربية أمنا العظيمة توجه الإبنان إلى المستشفى وهناك احتضنا أمهما وطلب منها أن تسامحهما وبعد دقائق فوجأ بأبيهما يبكي أيضا بعدما أفاق ويطلب نفس الطلب من زوجته التي بفضل دعائها وصبرها حفظ الله لها ابنيها ورزق زوجها توبة صادقة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراه